زابينك مرحبا بك في الزابينك ومرحبا بك في السيدة المسامعين أهلا وسهلا باش نحكي وتوى على بعض الأخبار الإيجابية ممكن نحاولو ننهو بي يعطيني موجات إيجابية في هذا الصباح الجميل شوية شلوق حكا وشوية حكي في تقرير البنك الإفريقي اللي تقول أنه تونس باش تحقق 2.1 نمو عام 2024 وإن شاء الله باش تكون 2.9 عام 2025 رغم بعض المخاطر اللي أهمها هي الاترابات العالمية شفت كده عمليتي حاجة مثلا تمشي مريق الإيكونومي مريق الكابسين السانتورة معتها ممشين كل شيء معتها بالحساب أما الأزمات اللي قادة تشير مثلا الحرب اللي سايرة في غزة أو ممكن الحرب الروسية الأوكرانية تغير المعادلات تبدل المعادلات لكل حاليا رغم ذاك تونس مايش إن شاء الله في الثنية الصحة كانوا فيت الحرب يا حب ذا وإن شاء الله معتها على قريب توفى إن شاء الله بقدة ربي تكون النسبة أكبر شوية إن شاء الله إن شاء الله زيارة أنت سيد الرئيسي للصين وهذا التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي يكون عنده وفايدة وهذا معاها برشا وزراء معتها من محطة وزارة النقل البارح كانت ابتداء حمتها مجلس الوزراء والتعاون العربي للصيني من الحاجات اللي حكيه وحكيه على مجال النقل الصين هي الأولى في العالم في النقل معتها روكين باش نعملوا معتها كومفونسيون أو نلقاهوا حل معتها في المشاكل للنقل خطر روك التنمية أنا برشا مشاكل انت على نقل أنا مخذيت باب بركة خطر كبش نحكيه في الأخرين الكل اللي يزننا معتها حسها وجوز أما النقل الواحدة من أكبر محركات انت على التنمية بطبيعة معت انت تحب تخدم أو تصدر سلعتك أو تجيب معت الخدم يجيو في وقت مكديره والنقل هي حاجة للأسف النقل وصل الحالة كاريثية في تونس ترى كمات متع سنين باش وصل الحالة ذي كان ان شاء الله ان شاء الله اللي دايما نحجو ان شاء الله يجيبونا معتها بعض المشاريع وبقدرة ربي تدفع عن ان شاء الله المسؤولين يفكروا بجدية على حل هذه المشاكل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الاخبار البرح لتقال اللي داع الوطنية حاول تسليط مجلس المنافسة لخطايا جملية على بعض المؤسسات البنكية بقيمة 142 مليار هاي شنال الحكاية يا سيلاحبيب هذه بريود الكورونا وقت اخرج قرار رئيسي باش نحاول نقصه شوية قرار باش تنقص في نسبة الفايدة مراعاة لظروف المواطنين في فترة الكورونا في العالم الكل تقريبا كل بلاد حاولت تنقص انت ما تربح في 100 مليار يسيد يربح 80 مليار كهو خلي المواطنين روم هون انهم قادرين لانه برشة الناس وقفت برشة حاجات ممكن اتعطلت اتفهم وقال الله يا بيرك ان بعد جاء المواطنين فما يكون تبع يلقى ان الادايات قادت متوظفة كما هي لا تبدل حد شيء هنا مجلس المنافسة احرك الموضوع وقرر انه سلت خطايا بقيمة 142 مليار للممارسية وقال معتال هنا البرح السيد حسين الجزيني رئيس مجلس المنفسة قال من لا يمتثل ليه قراراتنا سيكون عرضة للفصل 43 مع خصم 10% من رقم معاملته السنوي وهو علش ما يمتثلش مفهما البعض يتلموا هما وليو كوميتا معتا انت معاش ناجم دخلت وليو معتا بره اجل بره كذا يقرر من لا يمتثل باش نحيله 10% من رقم معاملته السنوي مش نقعد نحسب امره رقم كبير ياسر ثم برشا ناس اللي يستنسوا بالاموال وجمع الاموال والارصدة في البنوك تلقى عنده 3 كراهب ماذا بي يكسب 5 تلقى عنده زوز فيليت ماذا بي يعمل 4 فيليت شوية شوية تواضع يعني مثل شعبي يقصد العبيد اللي هي في اوقات الازمات كيفاش ناجم تعمل فلوس للاسف احنا في تونس المنظومة البنكية او حكاية الجماعة ليزينغ وكذا ما رعاوش ظروف المواتنين ما نقولش الكل جزء كبير منهم بقدرة ربي يلقى وحل احنا الهدف متاعنا من الاخر هو مصلحة المواتن ومصلحة البنكة مو متوينسة مواتنين ومحرك لتنمية هم زادوا يعطيوا قرضات العبيد باش الناس الكل تتحرك على رواحهم هنا في حديثنا على الامويل وحديثنا على الفلوس فما بلاغ خرج البارح عن البنك المركزي ادعاء فيه العموم نحكيه على التونسة وبالخص الناس اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيف كنتي واللي كيف كنتي زادا حبيب حتى انتي ليش ما تكونش موجودة على الموقع التواصل الاجتماعي هاني موجود بعنك وموجود في يوم سعيد اكثر من هك هو المحاله هك خير خطر كمونا نعطيك الكريم التعليقات خطر كمش تقعد فما ناس تنصر فيه احكام وفما عبيت تعطي فيه وفما ناس معندهم ما يعملوا برشو 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 وفما ناس قاعدة تتهم وقاعدة تعمل فيه حاجات اللي هي فاية قضية روه كانت تتحرك رو فاية قضية مثل يتهم انتي يقول لك موسيسلي ذي عفا سخت لي الاغنيت متاعي او فسخت لي الارشيف متاعي رو فاية قضية ذي روه انتي في بالك هاو عندي هنا فما شكون كتب علي اني توفيت هو مدة عام ونص تقريب الناس اللي يحبون جامعات ذلك يعني ما عندهم يقوم فما ناس وفما صفحات تحب تعمل شوية معتها جامعات شوية تفاعلي نرجع البلاغ البنك المركزي البنك المركزي مسكر حكاية التعامل معتها اونليني مثلا انك تعمل كارتة تشري من بره ذاكت تهريبة من نوع كيف تخرج العملة الصعبة اللي احنا بلاد معتها مستحق يسر العملة الصعبة وتعرف الاستعمالات متاحها خليها الميتة عندك كتاب معين فما ناس استغلط المنك الكبير والطلب الكبير على الكوارت الالكتروني اللي هي تدفع على البره والله يعملوا يقول لك اعطيني مثلا 500 دينار ونعملك كارتة باسمك وبالأدريس بكل شيء هذو مراهم متحايلين روك يعمل لك كارتة روك يعمل لك كارتة بشي يقعد هو البريفيكاسي معتنتي نهار تتوصل كونتبتك في 10 مليان ما عندك ما تعملوا تصارت مش مرة مش 2 أو 3 وهذا وحتى كنتمشي تشكي قانونا القانون لا يحمل مغافلين لان كنتمشيت بسيركوية بعيدة على السيركوية النظامي والعادي اذا لابد الانسان الكل منتبه وعارف بهذه التكنولوجيا ثم هو رو توفر لك تمشي البانكة مثلا انت قلنا نحب نعمل كارتة انترنسيونال تعمر شوية وراق وتعملك الفزيات التعطوينز ذلك المطبوعة وكل الحكاية ذلك لا يستطيع تعملها تعمل كارتة انترنسيونال لكن تحب تعمل سبونسوريينج تحب تعمل كذا عندك كتاة معينة ماذا بنا؟ يكبروا فيها شوية خطر الناس احتياجاتها كبرت أكثر شوية ويجب أن ترغبوا في حالة المتحيلين يقول لك نعمل كارتة أو نشرين كونت أو نعمل كونت تيك توك بيتاء أو نعمل كذلك اما ترغبوا نسان متحيلين لما يكبروا فيه اكثرهم للاسف نسان متحيلين في الثقافة سيلاحبيب نحكي لحاجة مؤلمة هي تدوينه مؤثرة على الصفحة الرسمية للشاعر رحيم الجماعي صديقنا رحيم التدوينه ذي ناشط فيه الصلاة المعنية للتدخل لأيوئو بالمستشفى معتها بالحق هو عنده ظروف خاصة هو عنده ظروف خاصة به هو قال أي سبيتر راني وصلت الحالة الصحية تعباره ويوصل المثقف أنا حتى ما نقولش مثقف مواطن تونسي ناشد الناس بش يمشي يهزوه لسبيتر رهي مو المعلق إذن ندعو اتحاد الكتاب مثلا أو وزادة الثقافة أن تهتم بوضعية صديقنا نتصور هنا بروسيدور ماشية معتها وعنده قصائد وكتابات جيدة راه أي ما أنا أقولك هو قبل كل شيء أنا ديما نخمم كمواطن تونسي من حقه يمشي لسبيتر عندك ورقة ما عندكش عندك كرية ما عندكش يمشي لسبيتر دوي وبعد نحكيه فيه الباقي الكل لأنك مواطن تونسي ما تتطعيش مهما كله خلي هذا مثقف وساهم في تغيير الحياة الثقافية ونسان عنده اسهمات كما تقول أنت للاسف ما طلعتش برشا على الكتابات أما نسان معتها عنده إضافة كبيرة يسر للتواسع وأنا متأكد أن وزارة الثقافة مع تعاملة إجراء معتهم براليل في الموضوع هذا نمشي وتقول حاجة أخرى هي عنده علاقة بمهرجين كان وما تصريح كتبه المخرج المخرج الكيان السويني الإسرائيلي إيال سيفاني يقول جائزة الإخراج في إنكار الواقع تذهب إلى مهرجين كان السينمائي لأول مرة يجي مع العرب والمسلمين ضد دولة الكيان السوين المرة الوحيدة اللي قال فيها ربما حقيقة هو لما حاله هو معروف أنه مناسر للقضية الفلسطينية ومناسر لقضية بالأخص العرب 48 اللي هما الفلسطينيين اللي يفرض عليهم في الداخل فرض عليهم الجنسية الإسرائيلية قال إنه البزنس كالعادة العالم في أحسن حال إذن الحفل مستمر في كان هي حفلة مستمر قال لك بش نفسدوها بحكية القضايا الفلسطينية بالنسبة لهم هما حاجة مش حلو مش مزينا عما كتحط على أكرانيا وكي بش تحكي على قضايا المثليين بالنسبة لهم هما حاجة طول عمرها السينما كنت أكره طول عمرها السينما هي توصل القضايا متاع الناس وخيتين من خبر الرياضة بش ننشانيهم مع أصدقائنا في قسم الرياضة في ألمانيا الاتحاد الماني يستبقى الأحداث قبل يورو دوميل فانتكات ويقول إنه بش يتجنبوا جميع الأمير الأمور السياسية المثيرة للجدل بنساويش فهم يورو دوميل فانتكات قريبا جدا بش تحتدرها ملاعب الألمانية وخايفين من تأثير متاع المناصرين متاع القضية الفلسطينية أو الأزمة اللي سايرة ما بين أوكرانيا وروسيا ما ننساويش لألمانيا الانتقادات اللي سرت لها في كاس العالم قتر فس حاتين فهمهم يديهم على فهمهم وليفاش يحكيوا على حرية تعبير زاما زاما وكذي خليت العالم كل تقريبا كنتره هذاك عليش قرر وإنهم يخرجوا يبعدوا على أي إشارة وأي حاجة عنده علاقة معتها أي صراع كانت سياسي أو ثقافي أو اجتماعي وهذه هي راو الكورة يجب أن تقعد كورة صحيح هذا لا يمكن أنه في المدارج بطلج تعمل حد شيء حسين شكرا كمحب للرياضة وكورة القدم تحديدا شي الخطة اللي ربما كنت لعب تحبها حارس مرمى مهاجم مدافع نتصور تواتيني شوفها سيدين نعم كورت قبل عندك الخصال والمميزات ديستركتور نكسر الهجمية ترى بيديك شكرا حسين إلى اللقاء